فهنكمل ان شاء الله. فقلنا لما يبقى اكسرنا بتبقى دي اللي ايه? الزروب بتاعته. طيب لو انت عندك لوت. ده اللي هو ايه? ده اللي هو خص الربط. يعني ايه الربط? انت مش عندك لما يبقى عندك مصمار. بيبقى فيه مفتاح. مفتاح ده بيبقى موجود كده بتربط به. المصمار ده. فالكوة اللي انت بتعمل بيها ربط دي بتسبب لك برضو ايه? احمق له. تمام? بتسبب شوية. شوية استرس ديروا اللي هم ايه? مش تمعك تلاتة اسين كده كده موجودين لما يبقى عندك فيه? حمل خارجي. تمام? هم نفس التلاتة بتستعملهم مع حمل الايه? الربط. يعني مسلا هتقول السجمة تي. الربط ده بيسبب على الايه اس والسجمة والتاو بتساوي على في الدي كور في الاتش. وبتقول بتساوي على على اربعة. دي تربيع. نقص الدي كور تربيع. في الان. في الان. عدد الحاجات يعني. وبيسبب كمان اللي هو اللي هو اللي هو ستاشر على دي كور تربيع. اللي هو عزم يعني. يعني عزم نحناء. لما بتيجي تلف كده. طبعا الدي دي اسمها تي اي. تمام? اللي هو عزم دوران. عزم دوران نتيجة ان فيه مفتاح انا ايه? بلفه على المصمار ده. فدي لايه? الاجهادات اللي هو بيسببها في حالة لايه? طبعا التي اي ده بيساوي ايه? تي اي ده بيساوي ايه? تي اي ده بيساوي موجود هنا فوق هواب مش لازم نكتبه. شايفين دي كده? انا عندك تي اي اللي هو ده كده بيساوي اتنين من عشرة في في الدي. اتنين من عشرة? في في تمام? الاة طايتنج فورс اللي هي البي اي. ماشي احنا مع واضين هنا. هنا اهن. تمام? البي اي ده بتساوي ايه؟ 284 دي. دي? متين اربعة وتمانين دي. لو الواحدة ايه? كيلو جرام. ده لو هي هتبقى تضرب في الجي صح؟ تسعة وطمئة عن عشر. بنتخيلها عشر. يعني ايه? في المستقبل يعني لما تجد تضرب في جي اعتبرها عشر ورية دماغك في التصميم ايه. فبالتالي هتبقى كام الفين تمنمية واربعين دي لو انت شغال بايه? تمام? دي بقى انت كده جبت وانها جبت اللي هو تمام? اللي هو اتنين من عشر بي اي في الدي. بيقول لك بقى بيقول لك لو انت عندك لو انت عندك اللي اتنين. يعني لو انت لقيت عندك طايتنج. طايتنج. وي اكسترنال. وي اكسترنال ايه? قال لك بداية كده شايف القانون ده? القانون بتاع التاو اللي هو بيعمل تورشن. شيل القانون ده خالص. بتغادى عن القانون ده. اعتبروا كأنه مش موجود. وتعال هنا في السيجمة تي. حط البي اي دي بواحد وثلاثة من عشر. بواحد وثلاثة من عشر. يعني زودتها تلاتين في المية بحيس ان انت ايه? تشيل القانون ده من اللي لا يعني. تمام? فهو هنا بيقول لك ايه? حتى هنا هو بيقول لك في كتاب النقطة دي. زي ما انت شايف كده بيقول لك ايه? يبقى انت عندك سيجمة تي هتساوي واحد وثلاثة من عشرة على تمام? تف حالة ان احنا عندنا الاتنين مع بعض. يعني عندنا مع تايتنج لود. دي الحالة التالتة اللي موجودة عندك هنا. في الكيس دي بتستعمل ايه? بتقول له ان انا عندي البي اللي انا هحطها فوق هنا. البي الكلية يعني. هتساوي ايه? او البي المحصلة بقى. البي المحصلة هتساوي ايه? هتساوي البي اي. البي اي بتاعت التايتنج. تمام? زائد الكي بي على الكي سي زائد الكي بي. دول اللي احنا قلنا هنجيبه منين? من الجاسكت تابل. اللي هو سبعة تلاتة. زي ما انت شايف هنا كده. سبعة تلاتة فيه خاص الجاسكت. وزي ما انت شايف هنا. العلاقة بتاعته. تمام? العلاقة بتاعتهم اللي هي بتوصل في الاخر اللي هو القانون ده. ده القانون اللي ههمك في الاخر. ده القانون اللي هو ههمك فين? في الاخر. ان السيجما دي تساوي واحد زرعة من عشرة بي اي زائد كي بي على كي سي زائد كي بي. في البي اي على الاس. البي اي والبي اي انت عارفهم اساس. عندما الكهات دي ده اللي هي الايه? النسب. تجيب الكي بتاعت الايه? الجاسكت اللي موجودة عندك ده وده. وتاخد العكس بتاع اللي انت عايزه. يعني ازاي هي هنا نفس اللي بتاع المسألة اهي. ده الكلية. الكلية بتساوي حفلقة من عشرة زائد الكي في البي اي. الكي دي بتساوي ايه? الكي دي بتساوي الكي سي زائد الكي على الكي دي. طبعا? او العكس. تقريبا يعني. او العكس. المفروض تبقى ايه? العكس تقريبا. اللي هي النسب المواد لبعضها يعني. في الاخر بتاخد الايه? ان السجما تيه بتساوي البي توتل على الاس. البي توتل اللي هي دي. والاس اللي انت هتروح تاخدها بطرور جدول سبعة واحد. تجيب منه الايه? الابعاد بتاعتك. تمام? هنقول ايه تاني? هنقول ان احنا قلنا ايه? وقفنا هنا عند التورشن بيساوي اتنين من عشرة في الدي. تمام? وقلنا لو لو عندنا لو عندنا فريكشن هو اكيد عندنا فريكشن. ليه في فريكشن سامولة? بتتربط على مصمار فاكيد في احتكاك ما بينهم. تمام? فالاحتكاك ده لو انت اخدته في الاعتبار بيبقى التورك الكل بيساوي ايه? بساوي التورك الناتج عن التورك الناتج عن ايه? عالفريكشن. اظن معروفة يعني تمام? وي عشان اضيب التورك بقى بتاع الفريكشن هتجيبه ازاي? ده بيساوي ميو في البي اي. صح? تمام? طب. عشان اجيب بتاع الفريكشن هيساوي الفريكشن في اللي هو قوة في مسافة يعني هو بس الاسم ايه مجعلاص شوية. لكنها في الاخر هي قوة في مسافة. فالقوة عند الفريكشن بيساوي ميو في بي اي. ده بيساوي ايه? بيساوي دي اوتر زيت دي انر على اتنين. اللي هو متوسط الاكتر اللي موجودة عندك. الاكتر اللي موجودة عندك دلي هي. دي اوتر ودي انر. المفروض كتب على الاتنين. بس لما خلاها كتر الكتر بيساوي ضعف الايه? ضعف نص الكتر. فدرب فقف في اتنين ودرب تحت في اتنين. فبقى زياد الدي انر على اربعة. واحد وسبعة من عشر من الدي. ده النوع الشغل بتاع الصمول هنا. ودي انر واحد واحد من عشرة من الدي. اللي هي الديهات الصغيرة دي بتاعة المسمار. تمام? ده بقى. ده مش. ده يبقى ده يبقى دي تي. ده بساوي الاف في الاف في الاف. يبقى العزم الكل اللي انت محتاج. او المفتاح اللي انت محتاج. تجيبه عشان تربط به المسمار ده او السامولة دي. بيساوي ايه? بيساوي بتاع زايد بتاع الليلة دي كلها انت عملتها ليه? عشان تشوف المفتاح اللي انت هتعمل له اللي انت هتربط به الايه? النسمار او السامولة. تمام كده? دي كل الحاجات تقريبا اللي انت ممكن تلاقيها في الجزئية بتاعة السرد. تمام? المسائل كلها مسائل كلها هتلاقيها ضمن الليلة دي. تمام? ده بس تفرق ان انت عندك اه ولا اه ولو عندك الاتنين هتلاقيها نادرا يعني هتلاقيها في المسائل المحلولة في الكتاب. يعني دي هتلاقيها بس ممكن تلاقيها في مسائلها محلولة في الكتاب ولا لحاجة. تمام? والمسائل كلها بلا استثناء هتلاقيها بتتكلم في انه طالدنا ايه بتكلمك فيها. يعني مساءلة اللي قدامك دي فهم اديك. بيقول لك كزا كزا كزا. تمام? بتعمل حدادها يعني من الستيل جريدي عشرين. ستيل جريدي عشرين دي بها تروح فين? على طول على جدول. اه اتنى عشرة تجيب منا ومن السجما ييلد بوجود في المسائلة هنا في السطرة الاخيرة هو تبيقول لك النواب خمسة. تمام? يبقى انت جيبت لقيه السجما اللاوبول. السجما اللاوبول اللي تقدر تجيب منها السجما اللاوبول ازاي تاخد نصها? تمام? يبقى انت جيبت السجما اللاوبول يبقى انت كده معاك الايه? كل ما يخص السجما اللاوبول والسجما والكلام ده كله. تمام? اهو هتلاقي من ديك السجما بالمناسبة يعني هو بيقول لك هنا هوت. على السجل تلتمية. يبقى تلتمية على خمسة فاسة ستين. تمام? يبقى انت معاك تلات حاجات الاسية اللي انت محتاجهم. هو قيل لك هنا ان هو بتعرض لايه? تمام? هو مديك بيقول لك الحمل نفسه. يعني هو مديك قوتين. تمام? قوة تخص تمام? وقوة بتسوي وزن هو تقريبا. تمام? او وزن الحاجة اللي هو شغيلة. فانت عندك قوتين. هتجمحهم عشان تجيب القوة لكلية بتاعتك. هو عايز ايه بقى? عايز بتاع السرد. ده انت هتجيب الاس وتطهلوا جدا بتجيبهم خصائصها. وعايز بتاع الايه? النقط ارتفاع النقط اللي عندك. قولنا الهايط ده هتجيبه ازاي? ان في البيتش. البيتش انت جيبتها من خصائص الاس. والان هتجيبها من السيجما كراشنك تضربهم في بعض تجيب الايه? الهايط. تمام? تشوف هو حل هنا ازاي? هو راح هنا ايه? قال لك ان الكوة الكلية خمسمية زائد خمسمية سوى الف كيلو جرام. اللي هو لو انت عايزها بالنيوتن هتخليها خمس تلاف زائد خمس تلاف. بتساوي عشر تلاف نيوتن. تمام? خد بالك انت ايه? بس من النقط اللي هو بعملها لما هي حول النيوتن لكيلو جرام. تمام? اول حاجة اخد السيجما تنسايل بتساوي F T على الاس. جاب قيمة الاس. تمام? هو الاول ايه? لك الحاجات اللي احنا عايزة هي عايزين خصائص سيجماتي. راح دخل جدول اتنين عشرة. جاب منه السيجما يلد. اسامها على جاب منها السيجما اللوغل. من السيجما اللوغل. والف اللي عندك جاب الاس. هيت. دخل جدول سبعة واحد. جاب الخصائص بتاعتها ام عشرين. كورس سريد. كورس وسريد دي بتعتمد على فيه كورس وفاين. هتلاقي فيه عندك فاين وفيه كورس. فاين دي. الفاين بيتش دي. اللي هي ايه? نعمة. اللي هي النعمة. تمام? اللي هي هتلاقي بواحد. بواحد وربع كده يعني. تمام? انما اللي هو ايه? الخطوة خشن الخطوة بتبقى كبيرة شوية يعني. تمام? اللي هي ايه? دي الكورس ريد. وجاب البيتش وجاب الدي سي وجاب الاس. بعد كده عايزين تجيب الهايت. قال لك الهايت بيسوي ايه? في الاخر ايه. في البيتش. البيتش جبتها. عايزة اجيب الان. انه بتجيبها من السيجما كراشنج. سيجما كراشنج بتصوى اربعة التي هي باية على اربعة تحت اللي انا كنت كاتبها. في الدي تربيع تربيع الدي كور اللي انت جابها. الدي دي تربيع دي بتصوى تقريبا واحد اتنين من عشرة من الايه? يعني الدي كور بتصوى تقريبا من تمانين لخمسة وتمانين من مية في الدي اوطر. تمام? فجيبت انت اللي لا دي وحطتها هنا جيبت قيمة الان. تمام? اما جبتكم انت اللي انت اللي بتصوى في البيتش اجبت الاتش. اهنا. ده اللي انا ايه? ده الحاجة اللي انت ايه? اتعمل. تمام? فبنيتها كويسة. هو كلهم نفس اللي ايه? كلهم ماشيين بنفس المنتج ده. مسالة هو على تاعت الفريكشن والار اف والكلام ده. نفس الفكرة بالزبط. احيط. في الاخر هيوصل ان هو بيجيب احيط. بساوي زي ما احنا قلنا بالزبط دلوقتي. فهو اللي انا بقوله لك ده. اللي هو تقريبا حل كل المسائل اللي انت ممكن تلاقيها عندك. هو اهم حاجة بس انك تبقى فاهم. هو موجود في المسألة ايه? موجود في المسألة بس. ولا بيقول لك ان يجيب كزا. ولا يكسرنا كزا. يبقى تستعمل الاتنين مع بعض. وهل هي حاجة واحدة اللي مربوطة ولا حاجتين? قلنا حاجتين او اكتر هيبقى انت هتروح في ايه? في الكي والكلام ده. تمام? فاتمنى ان الشوية على السراد يكونوا مفيدين لكم. وان شاء الله هايه? هاشرح دلوقتي بتاعت الباورس كروو وانزلها لكم ان شاء الله ايه. توفيق.